السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله زي ما وعدناكم هنبدأ من الفيديو ده نشرح نمازج امتحانات على ال ISQB Foundation Level. الفرق ما بين الفيديوهات دي وما بين فيديوهات الاسئلة على الشابترز ان هنا احنا اول حاجة هنحل نمازج رسمية ال ISQB هي اللي منزلها. فالاسئلة اللي فيها احتمالية وجودها في الامتحان الحقيقي هتبقى كبيرة او اسئلة مشابهة لها. وتاني حاجة طبعا الامتحان بيبقى على المنهج كله ومش على شابتر معين. انا انصح طبعا ان اي حد بعد ما يشوف الفيديو بتاع كل امتحان يقعد مع نفسه ويحل الامتحان ده لوحده ويشوف جاب كم تمام? طبعا مش حفظ لازم تبقى فاهم كل سؤال اجابته كده ليه? عشان تقدر تقايم نفسك. لو لقيت نفسك ما عدي درجة النجاح. ابدأ بص على الاسئلة اللي حللها غلط ليه? وابتا لازم طبعا تجيب على الاقل ستة وعشرين من الاربعين لان انت هتكون شفت شرح الفيديو الاول. فالطبيعا انك تجاوب كويس. ايه النمازج اللي احنا هنحلها دي? احنا عندنا فيه اربع نمازج. تلاتة بتوع الاس تي كيو بي وواحد بتاع الاس تي كيو بي. نشوف الاول بتوع الاس تي كيو بي وجايبينهم منين عشان نبقى فاهمين ان احنا بنحل اي دلوقتي. يعني هنا زي ما احنا شايفين ده ويب سايت الاس تي كيو بي دوت اورج. طب احنا اصلا اي اس تي كيو بي ليه بنحل الايه? هو مفيش فرق. هو الفرق كله ان ده امتحانات امريكا اللي منازلها. لكن الامتحانات دي هي نفس الستاندرد وهي نفسها اللي بتطبق عندنا في مصر. مفيش اي اختلاف. يعني ممكن تلاقي نفس الاسئلة جاية لك. فالامتحانات دي موجودة على موقع الاس تي كيو بي. لو نزلنا مسلا ودوسنا على هنا. هتلاقيه بيكلمك بقى على الشهادات وكده. لما ننزل تحت هتلاقي شهادة اهو. لما بدوس عليها. هتنزل تحت تلاقيه هتطلق اهو. ثلاث نمازج. الفين وخمستاشر وستاشر وسبعتاشر. واي اجاباتهم? احنا هنحل لالفين وسبعتاشر. ده الامتحان نفسه باسئلته كل سؤال اهو واختياراته. واي اجاباته اهي. مهم جدا ان احنا لو عايزين ممكن نبص على الاجابات. ليه بقى? لو انت في سؤال ما فهمتوهوش هتلاقي في الاجابات مسلا السؤال الاول اجابة سي. ليه اجابة سي? كل ده شرح سبب الاجابة دي. ليه هو اختار اجابة دي? تمام? وكمان بيقول لك لو انت مش مقتنع ادخل على بص على فانت ممكن بقى تروح ترجع تتفرج على الفيديو بتاع الجزئية دي. انا مقسمين الفيديوهات على حسب كل سكشن لوحده فتتفرج على الفيديو ده اللي هو بيتكلم عن في التستنج تمام? ونبص بيقول لك مسلا الجزء ده شرحه في وعليه درجة طبعا زي اي سؤال. فانت لو مش مقتنع بالاجابة في اي سؤال ممكن تبص الاجابة الصح ليه والغلط ليه دي طبعا بتقوي فهمك للامتحان اكتر. نبدأ نحل. انا حطيت الامتحان بس في سلايدز مش اكتر هو نفس الامتحان. فانت ممكن تتفرج من السلايدز وتحملها او تحمل الامتحان نفسه. هتلاقيه طبعا اللينكيات في الديسكريبشن. الامتحان ده تمانية وعشرين سؤال. وده طبعا مش يحصل في الامتحان احنا عندنا هيبقوا ربعين. بس نموذج 2017 تمانية وعشرين سؤال مش أربعين سؤال. ده استسناء يعني. طيب تعالوا نبدأ نحل بيقول لي which of the following is the best example of a defect that causes harm. مين في دول مسائل على defect او bug بيأدي الهارم بيأذي البني ادم. usability defect that results in users dissatisfaction. مشكلة usability بتزيق اليوزر. defect that causes slow response time when running reports. defect بيأدي الresponse time بطيء لما بنشغل الريبورتات. طبعا الاولاني ده usability والتاني performance. فدول مش بيأدوا الهارم. دي مشاكل عادية. ثالث bug defect causes raw sewage to be dumped into the ocean. defect بيأدي ان مية الصرف الصحي تتريمي في المحيط. ده طبعا يعتبر هو الاجابة الصح لان ده هيأدي الازر البني ادم. اخر حاجة الرجريشن defect that causes the desktop window to display in green. حاجة في المشكلة في الرجريشن بتأدي ان الويندو بتظهر بلون اخضر وده طبعا مش هارم البني ادم. ده اه bug لكن مش هارم. هارم نقصد بيه ضرر ازل البني ادم. سؤال الثاني. which of the following will help prevent defects from reoccurring? مين في دول لو عملناه هيخلي البجات ما تتكررش تالي. هل نعمل الروتيت للـ developers to keep them motivated? يعني نخلي الـ developers يغيروا اماكنهم في الشركة ينقل من قسم القسم عشان نخليهم motivated بيشتعلوا على مشاريع جديدة. طبعا ده غلط ده بالعكس ده ده هيكرر البجات اكتر لان الـ developers كل شوية بيشتعلوا على مشروع جديد فمش فاهمين المشروع وابعده. تاني حاجة اعرف الـ environmental conditions اللي سببت الفيريور. ده اجابة ممكن تكون صح بس السؤال هل ده هيمنع البجات في المستقبل؟ طب ما يمكن تكون في environmental conditions جديدة. تالت حاجة improve processes based on root cause analysis. حسن الـ process بتاعتك بناء على علم ان انا هعمل root cause analysis. الـ cause اللي هو السبب نبدأ نشوف السبب الحقيقي اللي قدى للبجات سواء كان environmental او لا. ونبدأ نصلح الـ process عشان نخلي السبب ده ما يحصلش بعدين فبالتالي defix ما تحصلش. فدي طبعا اجابة صح. رابع حاجة اعمل prioritize للبجات اللي بتتكرر خلي priority بتاعتها اعلى من البجات الجديدة. وده مش صح طبعا لان ده مش هيمنع البجات انها تتكررت. فc هي اكتر اجابة صح. بغلط لي لان زي ما قلنا ممكن يكون اصلا البجات سببها مش environmental assessment. السؤال الثالث. which testing level is primary focus on building confidence rather than finding defects. اني test level هدفه الاساسي انه هو يبني confidence في السيستم مش يلاقي بجات. طبعا قلنا ان ده هدف acceptance testing لان احنا مفروض لقينا بجات كتير في الليفلات الباقية. فبندخل acceptance هدفنا الاساسي يبقى عندنا confidence. سؤال الرابع which characteristic must a tester possess in order to be successful when working with a project team. اهم صفة في التستر من قبل ما نقرأ الاختيارات انه يكون عنده communication skills. تمام? ليه? لان قلنا التستر بيحصل فيه بروم لبنزقف communication لانه بيتعامل مع الناس بينتقدهم. فلو اسلوب ومش كويس في التعامل ده هيؤدي المشاكل. فتعالوا نقرأ constructive communication skills هي دي الاجابة الصح طبعا. authoritarian leadership style لا احنا مش محتاجين leadership. extroverted personality يبقى اجتماعي. extensive organizational network يبقى عنده علاقات كتير لا. اجابة صح هي communication skills. سؤال اللي بعده بيقول لي. if you need to add system integration testing as a test level for a particular project. what testing level should it directly follow? لو انت هتحط level جديد اسمه system integration testing. الليفل ده المفروض يبقى بعد مين? احنا اقول ان احنا عندنا يونت integration system. والله لو عندنا كزا system والsystems دي معاقدة جدا بنعمل system integration بمعنى اننا بنعمل integration للsystems دي مع بعض. فبالتالي system integration testing طبعا بيجي بعد. سؤال ده بيقول ان which testing level are the developers most heavily involved? ايه هو testing levels? اللي الديفلبرز بيبقوا موجودين فيه كتير جدا. كل ما بنقرب من تحت بيبقى الديفلبرز اكتر. كل ما بنطلع في الليفلات فوق التسترز بيبقى اكتر. فاكتر testing level في هو ال unit testing. ولازم نعرف مسماياته التانية لان اسمه unit program module component. لاني ممكن الاختيار ييجي باي اسم الاربعة. ممكن يبقى program ممكن يبقى unit او موديول. فلازم تعرف ال unit testing مسماياته هي ايه? وطبعا هو مش اي حاجتين. طب انا لو مش عارف الاجابة ابص على الاختيارات. يعني انا عارف اصلا كومباتابلتي وكونفرجان دول مش فانا حتى لو مش عارف اجابة السؤال انا كده عصرت الاجابة بين اختيارين فكده نسبة الخطأ بتاعتي بتقل. في اسئلة كتير كده في الامتحان يا جماعة. ان انا مش معنى ان انا مش عارف الاجابة ان اجاوب اي حاجة. لا انا الاول استبعد الاجابات الغلط. سؤال اللي بعده بيقول لي لو بتعمل testing عشان تتأكد ان السيستم سهل نعمله وانه يغير فيه. ايه اللي بيهتم بالتغير? ايه نوع اللي انت بتستخدمه? اول حاجة كان جواه اللي هما وكان جواه والمينتينابيليتي. ايه النوع اللي بيهتم بالتغيرات? طبعا هو ان السيستم ينفع يتعمل له يقدر نعمله بسهولة. سؤال اللي بعده بيقول لي مين في دول صفة مهمة في التست او التست كيسز اللي هنستخدمها في في المطلق التستنج اللي بستخدمه في يفضل يكون سهل نستخدمه في المستقبل. ينفع نستخدمه كتير ونقدر نغير فيه بسهولة. ده اهم حاجة. فنقرأ اول حاجة زي بيركز على الحاجات اللي صعب نعمل لها في السوفتوير. ده بالعكس نقولنا بنعمله في الحاجات المتكررة اللي انا هزهق منها في المانول فبالعكس لا ده احنا محتاجينه في الحاجات اللي بتتكرر كتير. مش شرط تكون تاني حاجة انه بيحتاج تقيل كل ريليز وده غلط احنا قلنا يفضل ان يبقى كل ريليز محتاج قليلة. تالت حاجة. بمعنى ان احنا بنستخدمهم في واحدة وبعدين بنرميهم عشان نعمل جديد عشان الجديد ده برضو غلط ده كده مجهود كتير احنا مش عايزين. اخر اختيار اختيار ده هو الصح انه هما نقدر نستخدمهم كتير لكزا بقى اقل مجهود من المينتنانس نحتاجه. سؤال اللي بعده بيقول لي ايه في دول سبب يخليني اعمل طبعا احنا معناه ان حاجة مع اليوزر ورجعت عشان نصلح فيها. فلو قرينا اول اختيار بيقولي من غير ما اكمل انا كده فهمت ان ده منتج جديد يعني هو مش مع اليوزر فبالتالي مش هيكون للمينتنانس تستين. تعالوا نقرأ ده يونت تستين لأ مش محتاج مينتنانس بعد الاكسيبتنس. سوفتوير جديد بنعمله وهيشتعل على كتير. ده برضو منتج جديد فمش هيحتاج مينتنانس. تالت حاجة هنا بيقول لهو ده معنى ان حاجة مع اليوزر. فده احتمال كبير يكون فعلا مينتنانس. طب تعالوا نقرأ اخر اختيار. طيب كده عندي اتنين مين فيهم صح? الاول بيقول لي شلنا حتة من السوفتوير والتاني بيقول لي حتة من السوفتوير جاء عليها. طبعا لو هنفتكر المينتنانس بنستخدمه في تمام? فده يعطب ان احنا بنشيل حاجم سوفتوير. انما اخر واحدة دي لأ انت عامل سوفتوير والسوفتوير كتير دخلوا عليه. افرد هو اداء لسه كويس. لازم تعمله لأ? تمام? لازم يحصل مشكلة عشان تبدأ فالاختيار الاقرب هو من? ان في حاجة اتعمل لها منه فهنحتاج طبعا نعمل ونعمل وباقي الانواع. سؤال لبعده? بيقول لي. طيب احنا عشان نلاقي دي فيكس بدري يبقى طبعا هنستخدم سواء كان مقصود بيه. هنا هو ما قال ليش ريفيو يبقى هتبقى مين? انما سيستم والاكسيبتانش طبعا دول متأخر قوي. فمش خالص طبعا.